اشتركوا في القناة بدأت طائرة المصنوعة من قبل فرنسا وبريطانيا بنقل الركاب خلال سبعينيات القرن الماضي السفر بين وجهات مثل نيويورك وباريس والبحرين وسينغافورا بسرعة أكثر من 2000 كم في الساعة أكثر من ضعف سرعة الطائرة العادية ومع ذلك كان هذا أسرع بحوالي 800 كم في الساعة من سرعة الصوت وأوجد هذا مشكلة مفاجئة للناس على الأرض عندما يتحرك جسم ما بسرعة أسرع من الصوت تتولد موجة صدمة متحركة مستمرة تعرف باسم دوي جدار الصوت ينتج عن هذا طجيج عال ومفزح بالإضافة إلى اهتساز النوافذ بشدة وتحرك أجزاء من المباني من مكانها وبما أن الطائرة تستطيع التحليق على ارتفاع 15 كم يمكنها أن تؤثر على منطقة على الأرض قطرها 80 كم أسفلها فإن شكاو ومخاوف الساكنين على مسار رحلات الكونكورد جعل طيرانها يقتصر على مسارات فوق المحيط أدت تلك العوائق بالإضافة إلى متطلبات هندسية ووقود لجعل الرحلات الأسرع من الصوت مكلفة للغاية لكل من المسافرين وشركات الطيران رحلة واحدة عبر الأطلسي ذهابا وإيابا يمكن أن تتجاوز تكلفتها عشرة آلاف دولار اليوم كما أن الضغط الإضافي على شركات الطيران بسبب انخفاض الطلب على السفر بعد أحداثه 11 سبتمبر أصبح الاستمرار على ذات النمط صعبا ما أدى لإحالة الكونكورد للتقاعد عام 2003 لذلك الرحلات الجوية فائقة السرعة لم تكن رحلات تجارية عادية وحتى عندما نعتقد أن التقدم في تكنولوجيا الطيران سيجعل من رحلات الطيران السريعة أقل تكلفة هذا الاعتقاد ليس صحيحا بالضرورة أحد أكبر المخاوف هو استهلاك الوقود أصبحت المحركات النفاثة أكثر اقتصادا على مر العقود حيث تأخذ كمية أكبر من الهواء محققة قوة دفع أكبر ما يمكنها من السفر مسافة أكبر لكل لتر من الوقود إلا أنه يمكن تحقيق هذا الاقتصاد فقط على سرعة تصل لغاية 900 كم في الساعة وهو أقل من نصف سرعة الكونكورد زيادة السرعة أكثر من ذلك يؤدي لاستهلاك هواء ووقود أكثر لكل كيلومتر ما زالت رحلة عادية عبر الأطلسي تستهلك ما يقارب 150 ألف لتر من الوقود وهو ما يمثل أكثر من 20% من تكاليف شركة الطيران الكلية لذا أي انخفاض في استهلاك الوقود وزيادة في سرعة الطيران سيؤدي لزيادة كل من تكاليف الرحلة والتأثير البيئي ماذا عن جعل الطائرة أسرع دون استهلاك المزيد من الوقود؟ تعديل الزاوية التي يتصل بها الجناح بجسم الطائرة بحيث يصبح أكثر قرباً من الجسم يمكن أن يجعل الطائرة أسرع من خلال تقليل عامل الجر الديناميكي الهوائي لكن هذا يعني أن الأجنحة يجب أن تكون أطول لتحقيق نفس المسافة بين الأجنحة وهذا يعني استخدام مواد أكثر ووزن أكبر وهو ما يعني بالمقابل استهلاك أكثر للوقود لذا برغم من أنه يمكن تصميم الطائرات لتكون أكثر سلاسة لديناميكية الهواء إلا أن هذا سيجعلها مكلفة أكثر بالعموم فإن شركات الطيران وجدت أن طلب الزبائن للرحلات السريحة لا يكفي لتغطية هذه التكاليف ولذا في أثناء قيام الطائرات العسكرية بالتحليق بسرعات مرتفعة فوق الماء وعلى ارتفاعات شاهقة تبدو تجربة الطيران المدني الأسرع من الصوت كتجربة قصيرة وفاشلة إلا أن الاكتشافات الأخيرة قد تجعلها مجدية مرة أخرى أثبتت أبحاث كل من وكالتين ناس ودارب أن تعديل شكل الطائرة يمكن أن يقلل دوية جدار الصوت بمقدار الثلث تمديد أنف الطائرة بما يشبه مسمارا طويلا يمكن أن يقسم الدوية الناتجة لأجزاء صغيرة بينما يقترح تصميم آخر وجود زوجين من الأجنحة ما ينتج عنها موجات تلغي إحداها الأخرى كما قد تساعد ابتكارات تكنولوجية أخرى في مسألة الاقتصاد في الطاقة من خلال وقود بديل أو صناعي أو حتى طائرات هجينة كهربائية قد يتبين فيما بعد أن العقود السابقة من الطيران المنتظم كانت مجرد استراحة قصيرة استمر في التعلم باستخدام مقاطع الفيديو هذه ولا تنسى الاشتراك لا تفوت فرصة تعلم شيئا جديد